موسيقى تشتغل إيه؟ كالخدمة يعني؟ أه حاجة كده في حد قريب دا أنت هنا في المنتزة ما فيش الكلام ده أنت لازم تطلعي برا منتزة أصلي تطلعي بقى هناك فيه مكتب الحجة مصباحة المصباح من دي يعني خدمتية آه طب وصمعتها إيه دي؟ محترمة ومتدينة وتعرف ربنا وبتحب البنات المتدينة طب ينفع رحلة دلوقتي؟ لا دا النهاردة الجمعة أنت تروحلها بقى بكرة السبت من بادري بكرة السبت؟ أماري السود؟ أهدت فين أنا؟ أنت لازم تطلعي برا المنتزة وتدوري على مكان تتاوي فيه لأن المنتزة مفيهاش بياطة أصلي طب وعنوانها إيه الست دي؟ تشرب الشاي وأنا أدلك على عمارة تشكرينك 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 المرسى والعباس جنب منه بالضبط السعيد بتاع الجيلاتي فوق منه الدور الأول مكتب الحجام وصباح إن شاء الله تساعدك والله يا حبيبتي أنا أنا مش عارفة أقولك إيه بس أنا مقدرش أشغالك من غير بطاقة الشغلة عندنا ديه أصول ما علش الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال أنا حجة لو تسمحيلي يعني أقوم أتوضى و أصند الده وبعدين أمشي تمشي؟ تمشي تروحي فين؟ أروح أدور على بيت عميتي ده اللي مش لقيها بقى ليه يومين استغفر الله العظيم يا رب طب أقولك إيه؟ قوم إنتي توضي و صلي وبعد كده نشوف هنعمل إيه؟ أعملي حسابك مش هتمشي منها يعني هتشغليني؟ إن شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معنا وبعدين بقى هبقى أقولك هتشتغلي قبل الزبط إلهي يستورك ما يفضحي آمين إلهي يجازكي بيا بكل خير آمين إلهي يوصلك على مرن الله العظيم يا حبيبش أنا ما عملتش حاجة انت هتركبيني كده زنوب طب يا أصلي فين يا حج بص يا حبيبتي أخر الطرقة كده في حمال اتوضي وبعدين هتلاقي على إيدك اليمين كده القضى اللي تصلي فيها حاطر عن إذنك يا حج فضال يا حبيب بنا يخلك يا رب ربنا يساعدك ربنا يبايد عنك عدوينك لا أقوة إلا بالله ربنا يساعدك ربنا يساعدك ربنا يساعدك يا حبيبتي أنا همشي بقى يا حبيبتي طيب يا حبيب وهقفل عليك من بره زين ما قلتلك ومش هتخافي وانت قاعدة لوحدك ربنا معايا يا حبيب يا حبيبتي يا ربنا معاك بقولك تقفلي الشبابيك والإزاز وتطفي الأنوار حاطر حاطر سلام عليك بأمان الله يا حبيب الضيخة لك سلام عليك سلام عليك شكرا يا راشد يا ابني بقالك سنتين غايب عني ويوم ما تحب تشوفني بقى عايش تستيل الفلوس أعمل إيه بس يا عم القام دي الدنيا معكوكة معاها لأخ والله يا عالناس كلها يا ابني بس أنا اتجوزت اتجوزت يخص عليك يا ناد أنا معرفش أو أنا مش في مقام أبوك والله العظيم تارتها كده جات عالضيق وفي السريع ما أنت عقل في الجواز كله انتزامات من غير ما تحكي كتير أنت أول ما كلمتني في التليفون وقلت إنك عاوز تقابلنا عرفت إنك عاوز في نوس خذ يا عم هادي مية وخمسين جنيه أهم عشان لما تقصدنا في حاجة ما ينفعش أقولك لا مية وخمسين جنيه مرة واحدة على عموم تشكر ما قلت ليش الجوازة دي حصلت إمتى وفين لا دي حكاية طويلة أحكيها لك المرة الجاية نسا مع مية وخمسين جنيه سمو عليكم عليكم السلام طيب الحمد für أنت لسا عايشة مالك طيب أخرجي بوصيلي كده لي تعال خروجي ما تخافيش فيش حد غيري أنا انت جميلة أنا اسمي عصلي أنا اسمي زينة من تسميك إيه أنت لازم تستحملي معي لازم تستحملي إحنا كده شكلنا ملناش غير بعض يا ذرة الدنيا مخبيلنا إيه موسيقى 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 أحتاج لسعباة لتأتي معي شرم الشيخ و بعد ذلك أتي معي كايرو هل حقاً؟ ها؟ 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 لنتي مي أسكوا أم صباح because she is the manager here. بتقول لك عايزة واحدة تقعد معاها في شرم الشيخ وتكمل معاها ع القاهرة. هي بتتكلم إيه بك؟ مين؟ هي بتتكلم إيه؟ تتكلم إنجليزي. إنجليزي وانت بتعرف إنجليزي؟ إلحق يا أخويا. طيب شوفي بقى. سيبيني يومين. يومين ها؟ وكلميني بعدها. عكون أنا شوفت بنت الهلوبة. ها، مين، بقى مجدداً. بقى مجدداً مجدداً. تتكلم إنجليزي يا بيت. طيب عرفته إيه وإنت وليه؟ آه، أتكلم إيه. أحكيلك مجدداً. هستأذنك أنا بقى خمس دياء أروح أصار بالعصر وارجع. طيب يا ختي، روح يا حبيت. أنا كنت لقيتك دي على الأرض مجرح وأنا بوضة بالمكتب من كينيب عن اسمك فضالي يا دي الكسوفياني متتكلم إنجليزي يا حج صلاح هاوي هاوي ده إي ده ده أنا معي مهد سنتين لاسلكي ومعرفش أقول كلمتين على بعض من هي قالتهم ده لا والله البت دي ممتازة قوي 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 وهدية من عندك يا رب أحمدك واشفر فضل أقول لك يا حجة شوفي كده بطنيتين قدامة وكام هدمة من عندك يعني تكوني مش بتستعمليهم دلوقتي وديهم لها عشان هي عيني بتنام في المكتب وديني بردة عليها قوي عليها والله يا حجة أنا عندي بطنيتين في المكتب وفداد مش قدامة ومن ديهم لها بتتغطى بهم في المكتب ومع ذلك حاضر من عيني الاثنين أنا هجب لها هدوم مش قديمة هدوم جديدة محترمة كمان ربنا يا بريكة الله يخليك طب بعد يزنك أحمد ما عليش تسمح لسلاحة فضل أنا إيه أنا بس عايزة أشارك كده بأي حاجة هاتي لها اللي انت عايزاني اللي اللي لبس اللي انت عايزاني أنا عايزة أخد السواب ده ماشي ماشي يا محروس من عيني الاثنين ربنا يديك على قد نيتك يا رب ويديك ثوابها إن شاء الله بنيك سلام عليكم يا حجة وعليكم السلام وبركاتكم لا 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 أزعلان منكم والله تصوّعيني من غير أكل الحد دلوقتي لا يا حجة وهتزعل معلش حقك عليا أنا بس كنت مع زينة بشتريلها شوية هدوم آه أنا السواب الحاجة أولي يوم كنت مدحك معاك بس هاتي السندوتشات يا زينة بتعليناك والسوا أنا وانتي والحاجة لا معلش تعاش انتو أنا لسه أصلي العيشة ومتوضيها الحمد لله أصلي فيني حاجة حضر الله يا بنتي بص يا بنتي إدي ضاهرك للشباك الإبلاة كده على طول آه هو السجدة عندك على إيد الكورسي حضر الله بإذن الله نأذنك فضل يا حبيبش تعالي عوضي انت بقى آه 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 ربنا يكرمك يا حج لا يخليك هديك بقى السندوتشات الحسنين تجعان خد أنا أنا عايز أطلب منك طلب يا حج أمري يعني أنا بفكر كده يعني إن زينة بتيجت بات معنا هنا أصلي بصراحة يعني المكتب برد قوي وأنا صعبان علي والبت باين عليها بنتي ناس ما تبرمطتش قبل كده اللي تشوفيها حاجة تحت قمر ربنا هيخليكو يراضيك يا حق الله يا زينة يا بنتي يعني بسم الله ما شاء الله أنا شايفك يعني حلوة وجميلة وزي القمر ومتدينة آآ أنتي باتخطبتيش قبل كده هيحصل إمتان وفين يا حج إحنا ناس على قدنا ولا لنا أصحاب ولا لنا قريب وبعدين في الأول وفي الآخر دا نصيب عندك حق يا بنتي عندك حق يا راجل اللي انت قلت هو لا ده كسفت البيت انا ولا كسفتها ولا حاجة نفاش اي حاجة يعني انا بس كنت بسألها السؤال ده عشان ليه غرض منه ماشي يا ابو غرض ماشي بس بقولك على حاجة انا حبتها قوي واني كمان عشان متدينة بتعرف ربنا حتى بعرفته صح ربنا يبارك فيها امزلها يا رب وفينا يا رب كمان ان شاء الله هزيط طلعت عيني الراجل بنا بنائل بتنجلسه غالما كده اصلا الواحدة عالبقى على دور ايه يا بنتي الخاتم الرجال اللي انت لابسها ده ده جبير اوي شكل وحش اوي على ايدك ده بتاع ابوي الله يرحمه اصلا حبتها فتكره والبسهوله على طول هفضل لابسه لغاية ما نمت لا اله الا الله يا بنتي معلش انا ما كنتش اعرف بس يزهر ابوكي كان بيحبك قوي الله يرحمه الله يرحمه حقه ما انا بقى اسلق الفراخ على ما انت تخلصي حشو المحش انا بيحكة خلينا نلطبخ النهاردة انا اكل حلوة يعجبك ده انا شطر انا عارف انك شطرة وصراحة انا بتلكك انا كمان مالش نفسه عامل حاجة النهاردة وانت بقى عايزة دوق اكلك بقى وطعامته واصل انت بتفكريني ببنتي صباح ربنا يطمني عليها دايما يا رب يا رب انا بطلع فرختين جوه اصلا محروسة اخو الحاج صلاح حيجي يتغدى معانا النهاردة شكله طيب قوي والله انتوا عيلا كلكو طيبين ولاد حلال والله هو طيب قوي وغالبان قوي وحظ قليل قوي عارفها مراته ماتت من مدة كده ومن ساعتها ما شمش اي ست يا عيني اللي كانت عيانة لا يا اختي نامت ما صحيتش الصبح سابع سنين متجوزها ومخلفتش ومع ذلك كان شايلها في حدابي عنين وكان راضي باللي اسم وربنا لا حاوله ولا قوة الا بالله لا يرحمه على فاين يا سلام محب 양 홍ل بحدي انتي لا يا حبيبتي دا كده تماما cuentغرة بيديك سامي بقى وعودي كل يالا الجط أكثر خير كồngين لا لا ماينفعش يا بنتي عودي دى حناه لعودي امي orden متعودي تهكلي متكسفونش ولا انتي مكسوفة مني قودي كوله عشان يبقيشو منحي بنشو بالقىعمايل زينب هاه مم. مم. ممم. الله. تسلم إيضهك يا زينب قصة بجد؟ ممم. أنت عملك ما قلت على أكل حد حلو أبن. بش معنى دلوقتي يا. لا حلوة قل يا بيت انت مكسوفة. كونها الحلوب. الله 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 الله. قوي قوي قوي. بأخذك. بأخذك سلاحة. لا لا رحضك سلاحة بيت أول. بيت تقوم بساقل الله. لا قلها قد دلوقتي قلها. مش. بقولك يا بنتي. يبقى فكرين انك انت تديني اسمك واسم والدتك علشان ليه واحد صاحبي في السجل المادني علشان يطلع لك بطاقة وشهادة ملان ماذا للضعه منك؟ اه انا انا اسمي زينب احمد بن حمد حسين حلو و والدتك؟ اه نعمة سيد خليفة كويس كوي يبقى اختبهمني كده في ورقة عشان انا بانسل واحد عقلي مش دفتر والله حاضر يا حاج حاضر متاكل متاكل يا محروس متاكل يا زين متاكل متاكل يا محروس استميلك هم يال يعني ايه يا حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع لزلة بطاقة؟ لا حول ولا قواتها الا من ليه؟ انا بقالي شهرة على الحال ده يا دي الكسوفة ودي وشك منك وفيني ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده انت في بيتك هنا وفي عينينا ده انت مريتش علي البيت بدل بنتي صباح ده انت فيش حاجة بنتي بس وفي مشكلة زيارة كده ان اسمك متشابه مع اسمين وكذلك اسم والدتك متشابه برضو مع اتنين ستات واحدة من المحلة والتانية من سواج كده على قد مفتكر وانت كمان كنت قلتلي ان البطاقة الشخصية بتاعت كل دوعت منك كانت طالع من اسم عين شمس طيب اقول لك على حاجة صباح اقول ايه طيب احنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص لاسمك وشهادة ميلاد جديدة زيها برضو على انك سقط قيد هو كده ينفع؟ لا كله بينفع بالفلوس بينفع بالمعارف بالحب كله بينفع فيش حاجة هنا بتنفعش بس هو كده يبقى حلالي حاج ايه ضررات تباح المحظورات حاجة وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي يا لهو دي بنتي فعلا طيب هتسيبها كده بلا هوية اه خلاص بقى يا زينة مؤضية بإذن الله بس انت بقى روح يا تنين السمك قبل ما يتنقد حاضر يا حاجة وهركب المشروع من ناحية البحر ساحب برافع عليك يا اختفال حاجة وليه ما انا وصلها من كده كده نازل حلوة قوي ده جتلك توصيلة عالجاهز خلي بالك من نفسك حاضر يا حاجة ونقش سمك طازة وحلو هعمل كده خلي بالك عليها دي امانة عندنا يا ابن فعنينا صلاح ايه يالا السلام عليكم حاجة السلام عليكم عليكم السلام وطورك يا ابن هيا هرجع لك انا تانا اكلمان ماشي مستمني شكرينا حسنا التعملي ايه ما الحاجة مدياني فلوس والله العظيمة يا حسنا عليك ماشي بس انا خايفة للحاجة تزعب من ايه عشان ماشترناش السمك مالحلعة زي ما هي قال يا ستي مخفيش الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازة وانت النقاية كم سمك احليوها ولسه لما اتدقوا عماي الاداي يا ستي تسلم ايدك من قابل يا ستي تسلم ايدك من قابل يا اسكندرية حلوة قوي يا اسكندرية طبعا عروسة بس تزمحروس هنا ينفع اطلب منك كلب انت تؤمرك هو مرسى بالعباس قريب من هنا مرسي هو يعني مش قوي خير اصلي كان نفسه روح اتزوره وان فتحه ينفع ينفع طبعا بجد؟ اه طبعا انت بتحب بقى تزور القابلية وكده هو ده بقى ست المرسى بالعباس بسم الله ما شاء الله انا هنزل اصلي بقى يبدي ايه لي معاك بقى ايه ده انت مش نازل معايا انا استرناكي انا ماشي متأخريش يا زينة حاض ماشي انا شغلية اللفة في الشوارع ونقابل الناس اه يعني بنعرف في البنات المو وزينة بدي روحة طيبة والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايف بالظل بس اقول يعني لو وتدي لنفسك فرصة شوية تفكر افكر عشان يحصل يا صلاة البيت ما تعمل شجرة او قاعدة معايا ايه اللي هيتغيض طب هنسعى المين طيب عشان اراف انا اخاجي وبعدين بني وبينك اخويا انا ما صدقت ان قلب مال لوحدة بعد من فت الله يا الحمد بصي صباحا اتكلم الحاجة المصوحة خليها تسالي اذا كانت توافعت انجوزني واحدة اه صلي على النبي علي الصوت والسلام محروس اخو الحاج صلاح عايز يتجوزك ايه رأيك لا اله الا الله انا بقالي عندكو بس ثلاثة اسابيع ومعرفش محروس وبعدين دا ما بصليش يوم ما وصلني سوق السمك طلبت منه ازور المورسى بول عباس وام وداني وفد الوقف على باب الجامع وانا كنت مستنيه يدخل لي صلي وما صلاش وكان وقت صلاة الظهر طب با انت مش بتستقيني محروس دا مفيش اطيب منه لو لفت الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طبته طب دا اللي عمله مع امراضه والله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله دا كان شايله على راسه شيء غير كده بقى محروس عنده شقة ملك وعنده تاكسيين هو مش بعيد عن ربنا دا قريب منه قوي بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجة صالحة تدفعه كده وتقالي لحاله ان شاء الله وانا ما بتغطش عليك انا بقولك فكاري وقليلي رأيك هو انا عايز اسألك سؤالي حاجة اسأل يا حبيبتي هو انا لو ما تجوزتش محروس هتزعل مني لا اله الا الله ليه بتقولي كده جوزك من محروس حاجة وحبي ورعايتي ليك حاجة تانية خالص وسواء تجوزتي محروس او ما تجوزتهوش انت بنتي هتفضل عيني عليك مراعياكي برضو بتحبك بنا يخليك ليه يا حاجة اسم الله عليك يا حبيبتي لا اله الا الله ليه يا حبيبتي كده ده انت زي صباح ده انت بنتي بنا يخليك ليه يا حاجة يا حبيبتي كده تعمل ده سابق خلصينين هو مرافني اللانة لازم تسمع ممكن تمشى لو سامحت أنا عرفت أن يبيت باع عندكم يعني حاجة كده مستوردة إيه هو دواء لا هو مش دواء المال إيه أصلاً عتجوز الألف مبروك الله يبارك فيك فيهمتي؟ لا أنا أصلاً فيهمتش أمش تقولي عندي الهندي بربعة مية وتمانين وعندي تايلاندي بثمنمية وفي حاجة سيني بثلت وميت جنيه السيني سيني سيلا فضالي يا عروس إيه دا؟ مش إيه فينا تعالي الحديث فضالي يا عروس خش بريد لكي غورت ليك فضالي يا جماعة فضالي بسم الله بسم الله بسم الله ألف ألف مبروك الأكل عندك هو حيزك وتخلصوه كله إن شاء الله ألف مبروك ألف مبروك يا حبيبي ألف مبروك ألف مبروك يا زينة جدعب عزين من الحال تنملك بيك فاهموا اللي بنت شفاك تشد حيلك مبروك ربنا يتمن بخير يا ربنا يا ربنا يا ربنا شكرينينا وزن الهانة نجملتكم في الأفراح سيبوا إرسال لوحدهم يلا يلا نجملتكم في الأفراح إن شاء الله الحمد لله الحمد لله يا ربنا الحمد لله إيه دا؟ تعالي هنا يا بيت إيه اللي مؤافك هنا؟ يا هالا تعالي خدي بنتك معهم شوية مفيش شوية ولا شويتين يلا يا بيت يلا 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 تخلصي لكله حاطر حبيبة صلاحة كان شرد يقفل نورتي بيتك عروسة إيه رايك في الشقة حلوة والله إنت اللي حلوة زي الأمر أنا عايز نقولك على حاجة يمكن يكون الوقت مش مناسب بس هنقولك أنا كنت بحب مرأة الله يرحمها أكتر من أي حدا في الدنيا ولما ربنا افتكرها قلت خلاص مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني لحد ما شفتك ساعة إن كنا في المكتب عارفة حسيت بإحساس غريب كده جواي عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينا صحيح إنا يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية بس أنا حس إن إحنا نكون مبسوطين أولا بعض ونخلي فيجي خمستاشر عائل بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروص وينفعش أخبيه عنك حاجة اللي مينفعش تخبيه عني يا زينا أصلا أنا أصلا أنا مش هينفعيش مع واحد مش قرائد من ربنا أه أنا عايزك تصلي يا محروص يا سيت أصلي عايز أنا أصوم اتنين وخميس كمان عايزك تأمى بي وأصلي وارك عشان ربنا هيكرم الجوازة دي إن شاء الله هيكرمه أنت وش الخير يا بيت تطمينيني عليك ليلتك عدت تمام يا بيت تتكلمي وريحيني ما تتكلمي بقى ما أقولك إيه بس يا حاج ده أنا مبرح كنت هموت من الخوف وربنا كان باين عليك طب عارفة؟ والله أنا ما نمت طول الليل من قلقي عليك أه بس أمانت الله يا حاج محروص ده طلع طيب ابن حلال أول إلا قولي لي هي مراته بقى لها قد ايه ميتة بقى لها كده يجي سنتين وحرفة من ساعتها ما شمش ريحة ست بس بقولك إيه محروص جوزك ده إيده سايبة أنا مربيه وعرفاه عرفة ده لو كان وعي الروحه كان زمانه بنى عمارة آه ما هو باين الله هو أكبر علي ده كريم قوي بس لازم بقى تاخد بالك منه آه انت سنة والتانية هيبقى عندك عيل ولا عيلين رتبي حياتك بقى يا حبابتي على مهلك عليها شوية حاج أنا ما جوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعامل انت بس فهميني وأنا هنفس هقولك جوة حلوة أول نهاردة وببحر ده يقولت أجيدي ببقى شطة عايدة ده أنضف شطة في السكنلية كلها آه بس آه ما زكت أخد بالك عشان شكلك داخر على دور بارد لا مفيش ده سبون مبارح رخم خرجنا عن شهوري ما عليش يخون فيه اللي بتاع هو عادي هنا بقى هو عادي هنا ولا هيتردونا ولا إيه تردونا من إيه؟ ناليا معارف انا وحبايب كتير خش زي الباشا ماشي يا باشا قد اللي إيه دك مخرومة وكي ممكن بدار التكسيني بقى عندك وعمارة زي ما مو صباح قالتلي فان مخرومة بس ما زي الفل يا ستة واحنا نايش مرتين هي مرة واحدة والحمد الله انا مسطورة معايا ومرزة دي نعمة ولازم نتمتع بيها سيكم الكلام من صباح كل واحد عايش على الطريقة اللي تريحها شكلك كده على عطول هتعمل في دماغك وتقولها اللي يقنعك بس لا خالص احنا نتكلم ونتناقش والأصلح لحياتنا يمشي برضو يعني مش هقدر انكر كلامك حلو وانا مش عارف اقولك لا على حاجة هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سيكا، سيكا هو أنت يا حكاية الخاتم اللي أنت لابسا فيه؟ تاني، وأنا قلت لك ده بتاع أبوه وأنا قررت إن أنا عملي معه على أبوه من أيدي يا أرحمه، لكن نفسي شوفه قلنا هو كان كفيف بس كان طيب ما بيصليهم وبيفوتش فارد كان كلام حلو يدخل القلبي كده، يطمنا كنتش بعمل من القادمة متهيلي كل الأبوهات اللي زي يبقوا زي هو كان رجل جميل واسمه جميل هو مين دي اللي اسمه جميل؟ بتوش قلت ليني بك اسم أحمد محمود هو ما أنا أحكي لك، هو كان له اسمين أصلنا أبويا كنا ابن بيننا يعني بندهله جميل بس في البطاقة والرق الرسمي كده، كان اسمه أحمد محمد كنتو بتدلعه يعني طب ما أنا كامل ليه اسمي؟ مدل؟ بس واسمك إيه بقى غير محروس؟ روسة، بس الأصحاب القرهبين بس هم اللي بندهون بيه روسة؟ محروس كده أحلى وأرجل، مش عاجبني روسة ده يبقى محروس؟ أه يا سلام، ما عايز يقودين؟ عايب كده قدام الناس بس إيه إحنا بروحيتنا، ما حادش عاجة عندنا زين ألامي؟ هي الناس ماشية مالت كده إزاي؟ انت عايز ما بنمشي إزاي؟ ده صيف يا زينة، بالناس عشار قل لي صيف، عايب تقول كده يا محروس، انت متديم وتعرف رباني، استغفل الله العظيم برضو السطر حلو حاتف انت بتبص على العادل، عادل هوا إيه اللي عادل؟ إيه مشكلة الماس فاتة هي، سبحر انت راح أمرسى بول عباس ده خطوتين من هنا استغفر الله رب وقتو بقليها هات يا ده حربا طيب مش كنت تستني نصلي سوا لا ده مش العيشة انا بصلي ركعتين شكر لله اصلنا ربنا كرمني بيك يا محروس والله العظيم ربنا كرم نانا ده انا حس ان انا دخلت الجنة انا هروح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي ساوي خليك انت انا هعملهولك انا عايز اعملك شاي بيدي الحمد والشكر ليك يا رب والشاي الشاي الشاي اعملك يا حبيبي الشاي بعد ما شفتك كنت الشاي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 ياه يااااااااااااااااااا espacio ما تف hazır يا حبيبي يا حبيبي لا تفnegتCsك اعمل عشان خ reviewing لا احكي لك تحكي لي اياه tit متقتلهاش öttغررررررررررررررررررررررررر ready ايش بده بتتخط يخربية الكزينة دي طبعاً ديه ديه تايل عبدو تايل نخيفيش يخربية خبتتها تتخطيش حبيبتي متخطيش تزعليش حد يربي سحلي يا زينب دي حربايا اهلاً وسهلاً شليها بس من قداما انا مش قادر نبصلها ليه دي غالبانة لا بتهش ولا بتنشش مطرح ما بتحطها بتردى وبتوافق والله العظيم طب بيبقى هتيها تنام جنبنا يا زينب ديم خليها معاكي ليه قصلي قصلي انا اي حاجة بحلمها بتتحقق وانا حلمت بيها بالحربايا جاتلي في المنام وبتتكلم قالتلي ايه بقى لا دي رؤية كده قالتلي كيه الحربايا يا زينب قالتلي ان لو صحبتها ربنا هيبعتلي ايام حلوة ويساعد فتاني يوم وانا عالكورنيش بفتر روحت شفتها فافتكارة الحلم فروحت جاي بها وجاي على طول وبص ربنا حقق الحلم واكرمني بقى قدع راجل وبيت وعيلة ادع بس معايا محفوص ربنا يجمل الحلو يحققه وتفضل معايا طول العمر بنا اخدها بص حلوة حلوة ايه بس يا زينب بتوشي كده بضا تتعود عليها بص الله سامي الله بصة محفوص معايا سامب شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا اللي كلمتك مبارح يا سيدي متأسفة معلش انا اسفة عالسلامة اشتركوا في القناة 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 بس انا رجعت في كلامي يا سيدي رجعت في كلامي وبيقولك تعالي سوريني ولو مرة ولو مرة واحدة حاضر حاضر هيجيلك والله لا يجب ان اجيلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا حبيبتي جبناك احلى قريصة في اسكندرية مالكة زينب انت معياتا؟ لا انا بس افتكرت ابويا واما اللي يرحم يا ستة تعيشي وتفتكر انا يخليك لي بقولك ايه تعالي ايه ايه؟ تعالي بس ستنينة خش برجل كليمين سيدة الدوق انت مجلون يا محروس؟ برجل كليمين ماشي انفخوا الابواق بيبدأ تسحك ماما ده عينك تتحك يلعوي بتاع مين الدهب ده كل محروس بتوع انا و انت انا و انت بس ده كثير قوي 420 جرام اصلي كانت في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس مشتري بها ومن النهاردة فلوس دي بتاعتي انا و انت انا و انت؟ بس كده في ايدك الكريمة الجميلة ايه الزبدة ملوكي ده جدا الله طب ما فيش هنا اهو انا انت مش هتقلعي الخاتم ده بقى زينة لا انا و ده لك لا ما انت عارف ده بتاع المرحمة بوله الله يرحم ماشي ماشي طيب ما شاء الله الجميلة الله ما صلى على بي يا لهوي كل دي فلوس بطاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسين ان انا حرام يا زينة دول خمسين الف جني اخر قصة بطوالة عربية و دول بقى هننزل كده نشتري لك ايه خمس ست طقم من غاليين قوي و كام قميس نمها وانمي والخلخيل عليكي انا عايزك مبسوطة بس يا زينة ربنا يخلك ليه يا محروس ولا يحرمني من دحكتك الحلوة دي ابدا بقولك ايه انا روح اشوي لك دينساية ماشي طب والهاريسة الهاريسة نحل بيها بعد الدينساية بقى طب وبعد الهاريسة هاي دي عايزة كلام هنقايل شوية حصلين عن مطبخة وزن يا لهوي بادفع مرتبات في الشهر لمئة ألف جنيه لمئة؟ للي شغالين معاي حريم رجالة جوه وبره وفيهم بشوات بات يا لعم كلام من انت بيك موفيا لسه انا يدوب حلقة في السلسلاة وعايزة شبك الجنب بس واحدة وواحدة مونو يا غزان ها 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 ودوية يا ولدل ايه؟ ايه عنابون ودعمونش احروح اجيب سكر قادي قادي انا بحب اعود مناكي قادي غنوة حكيتلي على ليلة الوض راشد وليلة الاسم كانت ليلة السودة السودة بقى ولا مش سودة؟ او خلاص الغمة تشالت واحنا بقينا تمام زي الفل ومعليناش اي حاجة صح ولا مصح نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عشتنا انا مش هرقصتي لا ما ترقصيش مين اللي قال ترقصي انا قلت ترقصي انتي هتبقي نجمة الكبارية ماما هخليكي نجمة الكبارية انا فكر ده بقالي تلاتين سنة بعون الله شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحدة واحدة انما انتي شربات دم كفيف تلونة بتعرفي ترقصي بتعرفي تعملي كل حاجة او خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح ونشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد عارف راشد اللي قالب دماغ الحكومة وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صابي متسوبي انا علي جوزي ما تحكمش بيها علينا يا رب مش علي ده اللي بين اربع حيطان ومسجون دلوقت حي اخرق كما تعرفش علي علي دفت هو جدع دم محامي تصدق انا غلطانة دي روحت اشتغالت عندكم يا رب ما حد يقوله هاعمل هي بس لده الحاجة ما هي الحاجة لسه موجودة يا تنتو الحاجة لسه موجودة باموت في السمارة بص يا تنتو عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجة ما بعملهاش مع حد خالص انا هتديكي مرة ونص قدر لطلبتي مش يمتي قلتي شهري يا حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني خلاص اشتغلي معايا الشهر اشتغلي معايا الشهر لغاية ما لاقي حد غيرك يا حبيبتي انت ما بتسمعش قلت لك مش هرجع ارقص تاني لا هترقصي يا تنتو هترقصي هترقصي يا حبيبتي انا مش فتح بقالة انا فتح محل وداير وناس بتاكل من وراء عيش وانا مالي ما تنزل من دماغي انا عندي حاجات عايز اعمالها بص يا حبيبتي انا اقدر بعون الله اخذك كده هيلة بينا واشيلك وارزعك في وصلك كباري وترقصي ورجلك فوق رقابتك بس انا مش هعمل كده انا بحب بحبك قوي كمان انا هسيبك تخدي راحتك ونشوري عقلك وتخدي كل وقتك وتقومي تعمليلي حاجة بقى عشان انا ميت من الكوع حاضر حياتي هربية فين مش هرفونا جوه حطوها في كيس ولق مع الخزين في الشاي والسكر دي كانت معا طول ما هي عندكو هيلة ولقيتها في مصر وعالكورنيش وجابت انا مش فاهم ده ايه طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح الحلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحقيق ولا جابتها في الحقيق طب ودي فيها ايه؟ بتعارف لو ايه ابن حنال بنت عمتي بيه ربي سحارف وتعابين مش الحلبية اللي بتتلون دي؟ ايوة يا حج هي انا مالي طب وفيها ايه انت خايف منها ولا ايه؟ على فاكرة دي ما بتقزيش دي ولا حاجة خالص بقولك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقولي انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البتة فيها عب لا والله ما فاش عب ولا حاجة بيت لوزة بس يعني واخدها جد قوي ما تفهمنا في ايه؟ لا لا انا فهمت خلاص يا حج طيب انا هستأذنكو بس خامسة كده هوصل لحدها واجلكو تاني استني هتقوليها ايه بس؟ ما تخافش ده كلام بين الستات وبعضوهم ما تقلقش هقولها الكلام طالع منا انا يلا عن اذنكو ربنا يدعي البركة على ايدك حاجة ان شاء الله يا اخو ايه بإذن الله ما يجيبها اللي ستاتها حاضر حاضر اهلا 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 لحظة السلام عليكم عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم دي اهلا واحدة حمر لحمة واجيلة لا 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 تعالي تعال انا عايزك كده في كلمتين وهنزل على طول اصلي محروص ده من هو على وصوله لا هو هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغو شوية انا بس عايز اتكلم معاك كلمتين خير يا حاجة في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنت يرد علي وريحيني بيشتغل سوق تاكسي يا يا صندوق الدنيا يعني بيورد عليه أشكال ولوان ستات حلوين بنات أمراض هوانم يعني لازم اللي تبقى جوا بيته تبقى عنيها في وسط راسها ما تخلهوش يفكر في حد تاني غيرها لازم بقى تبقى هيا ايه؟ مركزة معاه مالك يا بيت؟ متنحة كده ليه؟ انت فهم اللي أنا بقوله؟ هو كان محروس اشتكلت مني في حاجة؟ لا أبداً ده بيقول انت نعمة من ربنا هدية وانت فعلا ست وزي القمر بس لازم بقى كمان تدور على راح الجزء يعني يعني استغفر الله العظيم يا رب هي مش عيب بس يعني تدلعو تنخشو ترقص له بتعرفي ترقصي ولا لأ؟ أعرف بس أين يا وزة؟ معقول يا سايباني ده كله تعمل ايه جوه؟ تعالي ده فيه اخبار من ايه اللح يا محروس يا محروس الحان الحان يا أخويا يا محروس الحان ومصباح وقت من طول الحان وقت ايه الحان وقت ايه ايوه يا ساتر قلطف يا رب ربك يلطف ربك يلطف ربك يلطف قلطف بينا يا رب هي ما عندهش استجابة في كل جسمها وانا مكذبش عليك ده شيء يقلق انا شاكك ان الحبل الشوكي كنت صاب اسناء الوقع يعني ايه هتفضلت كده طول عمرها ولا ايه انا موضتش كده بالظبط يا حاج بس احنا لازم نعمل لها اشعة رانين على العمود الفقري بالكامل وما خبش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسة جدا دلوقتي ويريتو كنت دلوقتي حالا شكرا يا ربك العافظ ايه المنشطرين يا دكتور ها اه الاسعاف اه الحقنا بقول لك حضرتك بكلم الاسعاف عدنا وعد ست تعباني ايه يا ابني ودي نفس زن الحقونا عزين الالا قرب يا صلاح استنى بس هنقولك ده لازم تتنقل دلوقتي طب اللي اسعاف قدامها هي معرمة تيجي قلّه خلاص خلاص يابنا احنا هنجي لها بمعرفتنا هل تصرف ازاي؟ عاب عزيز قعد تحت مستنى العربية انا هرتصل بيد الوقت خليه اطلع ونجيب كورس ونحطها احنا التلاتة وانشالها خلي زينا بتجاهزها بس بصرح يلا واحد الله خير 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 اطف يا رب ايه ايه يا عب عزيز اطلع لدي الوقت حالا حالا يلا انا في شقة الحاجة صلاح يلا 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 في الدنيا يلا جاهزيها بنتي جاهزيها يلا وقت لك اطلع لك اطلع لك صراح صراح حماسك صراح تعافي استنبر بباشر يا زينب باقول لي كان نسيت المفاتيح فوق خلص راحي خليها معانا يا عم صلاح ولا بيجيب معك مفتيح الشق أنسيتهم حاضر زينا بقولك ايه غطيها كويش للدنيا بل حاضر يا عم صلاح على مهلك وانت نازل يلا يا إخوان تبراك العربية وقفة برا ولا لا ماتشيني يا عب عزيز ناضر يلا واحدة واحدة على مهلك وعليه على مهلك يلا افتح البيت ترمين يا دكتور ايه الأخبار؟ أشعاتها كلها تمامة وعمودة الفقر سليم مت هيئة لترجع البيت يا حسيني؟ يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلول لو متتكلمش ومتنتقش خالص أرجعها البيت إزاي بالحالة دي يعني أمش بيها إزاي في الشارع عمودة إزاي دي؟ يا فندم اهتب يا فندم ماينفعش ماينفعش الكلام ده يا فندم ماينفعش ماينفعش دي تعبانا 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 عارف يعني ايه تعبانا يا دكتور؟ مش فعقولك ايه حرام عليك ماليش يا حبيبتي شدة وتعدي وانت ست مؤمنة قولي يا رب قولي يا فقلك حبيبتي يعني ايه تخرج بالمستشفى؟ يعني ايه هاي بالحالة؟ حاولي تقولي اي حاجة؟ ايه تتكلمش يا دكتور احبت علي يا حبيب انا مش فهمة منك حاجة قولي يا دكتور اروح بيها إزاي يعني في الحالة دي لا بتتكلم ولا بتنتق يا فندم احنا ما صارتناش معاها صدقني أرجوك ايه دا؟ يا دكتور المستشفى تعمل عشان يعالج الناس؟ انه مش كده يعني مش بطريقة دي؟ معلش يا فندم ايه دا؟ عاييه دكتور اسyers استغف بالله العظيم يا رب لا يا حج أهادة الدكتور ما قالش حاجة هلط ده بقول ان الحجة الحمد الله كويِسة و ها ما يعني دا اسألوك اندت entrevاطة cripto صفية استغفالله العس переход و هووز فين كل دا؟ حسيني داسدي, استغفالله بالل teddy استغفالله احنان قوة بتاءambre بالله احنان هم كوة تقيلة بالله الحمد لله أنا أعمى بالله يا خون مش هتكلمي علي بقى فاكر الجوز هقعد عليها ولا إيه مش تستني لما نعرف إذا كان ينفع ولا لأ أنا جيب لك عش توسط ولا أنت واخده على البلد ولا إيه يا خوارك صباح الرضا يا كبيري البشاوان بعد إذن معليك مزنوقين في مكالمة لأخوي علي معليش البركة فيك مش كلها كده مع جمعته فيها جواز وطلاء وحضانة وإيه يعني حوارك كده مش عايزين نشغلك بيها حبيبي يا عمهم ربنا يوسع عليك الإسلام معالف السلام مع السلام لما يبقى جانب وأخليك اتكلميه لما نشوف كولي يا خويا كولي أنت عارف أنا كنت حروح في البكرة كنت أرح أروح أشوف علي وأقوله إنك هطفتني وأشوف هيعمل فيك إيه أنت مش مصدقني يا فتون بقولي تقلب عدمة لسانه أحضرك هنا يعني هو عايزني يقعد هنا بنربع حطان آكل واشرب ونام زي المعيز الموضوع ده تقفل ما تقفلش طب حشاشي علي أهو أيوة يا أخويا أيوة 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 تليفون عونسي أيوة أنا مراتي علي وعايز أكلمه شكرا يا أخويا بني أحفظك ألو يا الله يا الله يا الله يا ست الستات أيوة يا علي وحشتني لأ بجد وحشتني قوي قوي ما تكلميني دلوقتي يا فتون عصيلة ده أنت أكدع مرة في الدينة دي كلها والله على عظيم واحدة ربنا راشد هطفني 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 وهدني عند واحد صحب أنا اللي قلت الراشد يخطفك عارفة ليه عشان أنت ست واطية لا مصمتيش العشرة ده قتل الونش عشانك قتل الونش عشانك يا وطية عارفة يا فتون لو أنت قدامي أنا كنت حفومك أنا عارفك وأريك زي كف في إيدي اتعياطي أنت بتكلمين عنده الصحب سمع يا فتون وأكتب ربنا لو غبتي على الراشد أو غفلتي ده أنا هتبحك أقولك لا لا مش هتبحك ده أنا هشرب من دمك أول مخرج من هنا فهمة ماشي يا سيد الرجالة أنا هسمع كلامك وأفضل قاعدة مع صاحبك وبن عمك دول مش أنت عايز كده ولا هجي لك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص أفضل أكلمك في التليفون وكل ما أكلمك يهددني ديني راشد شكرا يا سيد الرجالة يا جنونة أيو يا علم ايه ده بس يا علي طيب اسمع يا راشد الفتون ما تغيبش عن عينك ما تغيبش عن عينك اسمع الكلام ما تغيبش يا سيدي بقولك قدامي هي ومش تتحرك من هنا ما تغيبش وخلاص طيب 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 يا علي طيب يلا سلام مهدا ما يرديش ربنا أنا أفضل قاعدة في المغارة دي السنين دي كلها أول ما من عمك يغرج مين اللي قال كده بس لا سمح الله علي عايز تطمن عليكي وانت معايا هدعيش برنسيسا هتخرجي وبتتفسح وتعملي كل اللي انت عايزة طب ايه رايك في طلع الاسكندرية مين دول بتلعو اسكندرية أنا وانت وفتون في مصلحة هنقلصها ناكل أكلة سمك جمدة ونشم شوية هوا بحر نظيف ونعمل الدماج ونرجع هنروح اسكندرية امت؟ دلوقتي هستني بقى يا فتون ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معانا ما انت شايفة ازا أنا هنفسحوك يا فتون هونسي ما تقريني فيه ايه أنا اللي سايق يا راشة بالطام بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم مالك بس لا تأخذه سنة ولا نوم قاطي له ما في السماوات وما في الأرض من دلذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وخلفهم ممكن دعانا ولا يحطون بشي من أينه إلا بما شاء أنا لجب نجب لا أحد يقرأ عليها يرئيها يعني عايزة كده؟ يعني سكوت دي عايزة كده الده ده يبقى إن شاء الله أمره سهل بإذن الله يا صلاح أنا شايف إن إحنا نخلص سكة الطب والدول أول مهما مفيش ما نعلمش في السكتين يمكن ده ربين يسهل بواحدة في الدول إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا هم أحضر لك شوط شوط حضر لها شوية قتل وحولوله عبد الدم اللي سياني أفقه وقولي صلاة الله العظيم لا الله العظيم والحمد بالله الله هو أكبر لا إله إلا الضاف لا إله إلا الله سبحان الله لا لا أنا ما قدرش أقول إني حبيته بس بس لسة بفكر في الحسن بس.. بس هو بيحبني.. اه.. عيني بتقول كده ايه انت نمتي وانا بكلمك.. بسحي.. بسحي وانا عيش معاها هنا على طول.. مش انت بقصوتي معاها هنا تفتكروا اما صباحا تخيف كنت عيش انا و اهلي في ليبيا لما الحرب قامت قلنا ننزل على مصر و احنا في طريقنا لمصر تضرب الشغل بقى انا عمالين نجري نستخبق اي من وشمال مش عارفين نروح فين بتلعت عصابة على ابوي و اخوي قتلوهم ده بحوم قدام عيني ما بقيتش عارف عامل ايه بسبب انهم كانوا طالبين فدية وطالبين فلوس وانا مكانش معنا فلوس نتفحق في ناس ابني خديدين يزيدني على مصر و انا قلت مني يمتع انت عادي شايز افترضين اكتسنى بكاموس بيبه اشتركوا في القناة والله اللي حصل ده يا زوزولة تاني على بال ولا على خاطر معلش احبت على اين انت بتقول ده وانت زنبك اي يا محروس ده قدى ربنا الحمد لله طبع بس يعني احنا مكملناش شهر جواز وانت بدل ما تفرحني خلتوا في مستشفيات ودجالين ومتهات من هاش تاخد ما تقولش كده المصباح دي غالية علي وخيرها مغرقني ان كان يا سيدة عالجواز الايام جاية كتير ادعي بس ربنا يعافيها يا رب يا زينا يا رب كلنا عشان رأسطنك تشكر يا اخوي على الغدوى العسل دي ده انت كنت بتكلف اخي بزالك خمسة في عينك وانت دفع حاجة من جيبك اللي قولولي بقى هي الفصحة خلصت كده اه خلصت هسيبك ساعتين زمن نروح عاضي مصلحة واجهة سبنا فيه الشاق شايت يا اونس شايت يا جبعة افخم شاقة فيك يا اسكندرية الله الله ده صاحبك ده ثلاثين حم ده لسه دفع ست ورات لمية في الغدع متبلنع ولاي حد قولي الكلام ده يا جدع سيبت قولي اللي هي عايزة يا اوه يلا بنعشان هنروح للسحر هنروح للسحر هنروح يا هنروح يا هنروح يا هنروح وعم صلاح رد عليك يا صلاح بقى بيكنسل عليا يبو اكيد على وصول ممكن بتخش انت صح الحاجة خليها تفاول ونبي خليها ده لما صدقت غمضت عينيها ساعتين عشان بس انتصحش من الخبط السلام عليكم ماليكم السلام تفضلي يا ست تفضلي يا ست بيت المطرحك تفضلي يا ست الله يسلمك يا أخوي ده محروس أخوي الصغير أهلا وسهلا أهلا بك أهلا يا زينب أم صباح أم لا إله الحمد لله ده اسمك زينب خلهم وصل على النبي ده اسم بركة على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام أخش أنا أشوفها بعد أسلوكم ماليك زينب عرسان جدال بس لسه ملحقتوش تعرفوا بعد كويس جوزتوا بسرعة قوي انت عرفت بقول حشرة بينسون والعليف أحمدين بس خليهم يحمروا قوي بسرعة محمد يا حضرلك الخير يا عسلي يا أنت تفضلي يا ست كل براكولتكي ست تفضلي كبير الصورة الصورة أنت براكولتك كان براكولتك نضر ماذا في القصر زينب 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 ماذا في القصر زينب 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 انا بايني اغمى علي اولني اولني محبوس انت واحد كده ازاي تعالوا اه انا ملك زينب حزب الازاز انا ملك ايضا ايضا ملك زينب زينب سيب المحاول ملك ملك انت ليه بتتمافضي كده زينب اه ملكينا عشان بتوخت عشان مكلتش تولي اليوم ومكلتش لي يا زينب ما مايش يوحوس انا ما تعتلي يا زينب انا كويسة طيب نروح لدكتور اخرج انت لي الست برعيب ما ترول على الست يا زينب انا مش اسيبك ما ينفعش السباعدة الوحدة يا مانسو اخرج له يعني انت كويسة انا كويسة والله مايشين خطر اخرك ملكينا باستر يا رب يا قاوي يا قادر يا قاهر يا منطقم يا ظاهر انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس العون 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 احضروا وبينوا احضروا وبينوا يا معاشر الأرواح الطهرة الزكية انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة يا صاحب اللطف اللطف البينا يا صاحب اللطف اللطف البينا يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف بارك الله فيكم وعليكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم تمين ديانتك كيل حشرتك كيل وحدك ايه يا يعني ابيه يعني يا بب ليه ايستياء أبعد نعيزوك يا إلهي صراحة يبعد يبعد معزوك بحمونة بحمونة يا لطيف اللطف حبونة يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف AKA لطيف اللطف A-Pied obviously already fixed يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف Tutorial في منك انكتفينها جدد قوي وغطبانين عشان وقعت على واحد فيه طب ويه هنعمل ايه بقى في المصيبة السودة دي انا عندي اللي صالحنا عليهم بس عبال ما استدقينوا انت فيها كم يوم كده غطبانين ايه وقعت على حد انا مش مصدق الكلام ده صلاحة ما احنا البني قدمين كده جهلة ما بنصدقش اللي اللي بنشوفه بعنينا طب جسدتي عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعة دول ايه المطلوب عايزة بخور بس غالي شوية ويتجيبه انت ماشي يتجيني فلوس ويجيبه انا ماشي اللي انت عاوزه طب انا عندي حل كويس قدي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه ولما يكمل المبلغ اكمل هوم لك الخمسة تبقى تجيب انت البخور دي حاجات غالية وتمنع بتدفع مؤدم انا لسه ما اتكلمتش على اي فلوس ليا خلاص يا حاجة صلاحة الديني دي اروح اجيبك خمسة لجنيه انا هاجي معك يا محروس استني انت بص على امرادك كواحة خيري ان شاء الله مبرك عليك تجوزه التانية يا عسلي موستك يا كوسر ما توضحنيش خمار بسم الله ما شاء الله ايه الجبارودة يا بيت تتجوزي واحد انت علي زمة التاني شش سكت يا كوسر سكت انت هربتي لما راجد قتل الوايس انت سبدي بقولك سكت حسكت بس وقليلي الناس دي دفيع ومعا فلوس؟ ما انت احتاج لخمس تلف جنيه عايز ايه تاني الخمس تلف دول علاج سلفتك اما علاجك انت بقى فمعايا انا بخمسة وعشرين الف جنيه حباكي علاج ايه؟ علاج ايه؟ ده علاج الفضيح اللي هعملالك قصاد نسائبك الجداد يا عسلية انا هجبلك خمسة وعشرين الف جنيه منيه من جوهنم انا مالي انتو بستنى علي يا اسبوعين بس هتحك علي باي كلام عشان نجيبلك المبلغ اسبوع ولو ما جبتشي فلوس يا حبيبة قلبي هقول له جوزك عالمستقبي كله يا عسدية انا اول مرة عرف اني في الخلبي خلاص تلف جنيه ن醒ي انهم توقف على رجليه بالسرق بس عارفة يا زينب ست اللي اسمها توسر ده خطيرة جده والله شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد ستة عجيبة جد ولا ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعة اللي لابسينه مصاباح لا 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 الحكاية بجد الستة دي بتعرف صح ولا اي ممكن ممكن مالك ازينا انت تعمنة انا ممكن اقعد النهاردة منزلش لا لا روح شوف راك ايه ده ربنا سبحانه وتعالى ايه وقل اعماله فسير الله عمالكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم طيب انا مش هغيب اموها هدفع بس تعمين العربية وتاني جاي انت هتروح الى مصاباحه اه انا حضر للغدا الاول واروح له طيب محروس خد بالك من نفسك با حاضر انا عايزك انت لتغذي بالك من نفسك محروس حبيبتي الحمد لله يا رب رزعتني بملكة جمال وعندها اليمانده كله فقلبها طيب اعمل ايه طيب اعمل ايه واروح فيه ربنا يخليك الى ايه اسوزه يخليك يا محروس يخليك يا محروس لسنم اعمل系 حفا محروس محروس حفا شفتي? يسيتم بفتيح. نانسي بني بص في عين كنسة نفسه. يالله حبيبت سلام عليكم. زينج. زوزو. انتي فين يا عبطتي. حاجزيني. زينج. 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة